مرحبا جميعا وهذا هو الفيديو الأخير أو الجزء الأخير من المحاضر المختصر عن تشريح رأس الإنسان في هذا الفيديو سنتحدث عن الماث، الفم وأيضا التركيب الموجودة في داخل هذا التركيب أو في داخل هذا الجزء من الرأس الذي هو الفم تستطيع تصفح مواضيع الفيديو وأن تحضر فقط الموضوع الذي يهمك من هذا الفيديو الجزء الذي يهمك من هذا الفيديو وذلك من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة فستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل وتستطيع أيضا أن تسرع الفيديو لكي تختصر الوقت فلديك وسائل كثيرة لاختصار الوقت وطول الفيديو لن يكون عاغ أمامك لكي تأخذ المعلومات التي تحتاجها منه الآن سننتقل في حديثنا إلى الفم مثل ما تعلمون في المحاضرات السابقة تعرفنا على العين والرؤية حاسة البصر وتعرفنا أيضا على وهي الأذن وعملية السمع وأيضا تعرفنا في المحاضرة السابقة على الأنف وحاسة الشم اليوم سنتقرف على الماث كأناتومي كدشريح والتيستينغ بعض الشيء عن الفيزيولوجي وعن الهستولوجي نوعا ما سيكون لدي تيستينغ أي حاسة الذوق الآن سنأخذ overview عن هذه المحاضرة هنا جنجيفي أو جنجيفة تعني اللثة oral cavity يعني تجويف الفم teeth تعني الأسنان tongue تعني اللسان palate سنتعرف عليها بعد قليل هي عبارة عن سقف الحلق and region of palatine tonsils هي عبارة عن اللوزتين في هذه الصورة مثلما نلاحظ هذا رقم أربعة ثلاثة أشر سيكون عبارة عن oral region فالoral region ليست منحصرة فقط بالأمور الداخلية بالأشياء الداخلية للفم ولكن أيضا ستحوض هذه المنطقة تقريبا بهذه المنطقة كلها ستكون عبارة عن oral region مثل ما نلاحظ oral region ستحوض هذه المنطقة بالكامل تقريبا هنا سيكون لدي الأورال فشر الذي هو عبارة عن الخط ما بين ال two lips هذه ستكون ال upper lip وهذه ستكون lower lip أي الشفة العلوية والشفة السفلية أيضا هنا سيكون لدي اللابيال كوميشر أي نقطة التقاء الشفتين وهنا مثل ما نقول سيكون لدي الأورال فشر هذه عبارة عن تفاصيل بسيطة عن الأورال region مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الأورال كافيتي سنتعرف على هذه الأمور إن شاء الله بعد قليل هذا عبارة عن الأورال كافيتي هذا عبارة عن البلت هذا عبارة عن البلتانك تونسلز وأيضا هذه الأسنان وهذا اللسان أيضا مثل ما نلاحظ هذه اللسان سنتعرف اليوم إن شاء الله على أسماء هذه الأسنان وتصنيفها وتفاصيل بسيطة عنها الآن نبدأ بالأورال كافيتي أي الأورال كافيتي هو المنطقة أو النقطة الأولى أو الشيء الأول من الديجستف سيستم أو من الجي آيتي ففي الأورال كافيتي سنستلم الطعام والشراب وهنا الطعام والشراب أي الفود أو بمعنى أصح أي سيتحضر الطعام إلى عملية الهضم سيتم تحضيره إلى عملية الهضم التي ستحصل في المعدة والأمعاء الدقيقة مثل ما نلاحظ أيضا هنا سيكون لدي هذا هو عبارة عن الأورال كافيتي هنا كورونال سكشن هذا سيكون عبارة عن هذا عبارة عن هذه منطقة الخد وهنا ستكون هذه عبارة عن فود بولس أو بولس أو فود هي عبارة عن لقمة الطعام تسمى بولس أو فود بولس هنا هذا التنك وهذا عبارة عن جزء من الأورال كافيتي الآن مثل ما نلاحظ يحتوي الأورال كافيتي على جزئين أورال فستبيول هذا هو عبارة عن الأورال فستبيول الذي هو عبارة عن النقطة التي تكون ما بين الشفتين والأسنان وبين الخدود هذه الخدود والأسنان فأي شيء خارج الأسنان وداخل الفم يسمى أورال فستبيول بهذه النقطة أورال فستبيول أما الجزء الآخر فسيكون أورال كافيتي بروبر بروبر تعني هنا الصحيح أو الحقيقي فالأورال كافيتي أبربر سيحاط بالأسنان فكل شيء داخل الأسنان سيسمى أورال كافيتي أبربر وينتهي بهذه النقطة مثل ما نلاحظ هنا بالأورال فرنس أيضا تحصل هنا حاسة في اللسان وليست فقط في اللسان سنتعرف على هذا الشيء بعد قليل ولكن سيكون لدي حاسة الذوق ستكون في الفم فهنا حينما يأتي الطعام أو الشراب سنتحسس كل هذا الشيء في الفم فعملية الذوق تحصل في الأورال كافيتي بروبر الآن ننتقل إلى التيث الأسنان أتيث is defined أو identified and described on the basis of weather it's deciduous deciduous تعني primary تعني لبنية الأسنان اللبنية أو الأسنان الابتدائية التي يبدأ فيها تبدأ فيها الأطفال حياتها مثل ما نلاحظ فدسجيوس تعني الأسنان اللبنية والأسنان المتساقطة التي ستتساقط مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن ليست هذه ليست deciduous لأن الدستجيوس لا تحتوي لا تملك البريمولر ولكن بعض من هذه ستكون deciduous والأخرى مثل ما نلاحظ هذه الأسنان الأخرى أو الأسنان الدائمية هنا تتكون وهي في طريقها إلى أن تستبدل الدستجيوس تيث أيضا سيكون لدي permanent teeth أو secondary for adults permanent أي secondary وستكون للأشخاص البالغين for adults فلدي permanent أي دائمية للأشخاص البالغين ولدي deciduous للأطفال children have 20 deciduous teeth الأطفال لديهم عشرون سنًا لبنيًا أو عشرون سنًا سيتساقط primary teeth أما الأدولت normally have 32 32 permanent teeth سنًا دائمًا فمثل ما نلاحظ هنا هذه هذه في اللون الرمادي المائل إلى الأزرق هذه هنا العبارة عن permanent teeth هنا تتكون أما هذه ستكون عبارة عن deciduous teeth هنا ستتساقط في المستقبل وستستبدل بالpermanent teeth الآن سنتعرف على بعض أو سنتعرف على اسماء هذه التيث هنا هذه for adults هذا عبارة عن maxillary هذه المaxillary teeth التي هي عبارة عن الأسنان في الفك العلوي أو teeth أو أي الأسنان الموجودة في الفك العلوي ستقسم الأسنان هنا سيمر سيقسمها إلى right و left teeth right و left teeth right و left ستكون نفس الأسماء فمثلا هنا سيكون لدي central هنا right central incisor incisor يعني القاطع أو القاطع to incisor لدي central medial lateral lateral فهنا نستطيع أن نقول medial incisor central incisor وهنا lateral incisor أي اثنان من القواطع ويكون لدي على right و left هنا على right اثنان و على left اثنان فبهذه الطريقة سيكون لدي أربعة قواطع وأيضا canine أي التي هي عبارة عن الأنياب فهنا سيكون لدي right canine left canine فاثنان من القواطع هنا المحصلة ستة إلى الآن ستة أما هنا فسيكون لدي first second premolar premolar تعني الظواحك فهنا اثنان وهنا اثنان فسيكون لدي أربعة نجمعها مع ستة ويكون لدي عشرة حتى الآن أيضا سيكون لدي هنا الطواحن molar تعني طواحن first second and third molars فسيكون هنا ثلاثة وهنا ثلاثة فستكون ستة في ألف ستة عشر ستة مع عشرة فسيكون لدي ستة عشر في الفك العلوي وأيضا نفسها نفس هذه الأسماء ونفس الترتيب ستكون في الفك السفلي فسيكون لدي ستة عشر في الفك العلوي وستة عشر في الفك السفلي فالمجموع سيكون اثنان وثلاثون permanent teeth أما في الأطفال هذه أيضا صورة أخرى للأدلتس هنا سيكون لدي incisors canine وهنا premolars وهنا molars أيضا هذه صورة أخرى incisors canine premolars مولار أما في الأطفال فلن يكون لدي premolar هنا incisor central هنا سيكون لدي كنين الذي هو عبارة عن الناب ولن يكون لدي بريمولر لن يكون هناك ضواحك سيكون فقط اثنان من الضواحن وهنا مثلا نلاحظ هذه الاسنان الدائمية في طريقها الى الظهور هذه فور تشلدرين ايضا هنا هذه انسايزر كنين وبريمولر هذه ايضا للتشلدرين فهذه اسمعها بريمولر كنين واعتذر انسايزر كنين انسايزر كنين ومولر الان ننتقل الى الجزء او الى الايتم الاخر الى الشيء الاخر الموجود في الفم وهو جنجفة جنجفة تأني اللثة يكون لدينا نوعين من اللثة جنجفة أبروبر وهي مثلما تعرفنا في الأورال كافيتي أبروبر اللثة الحقيقية مثلما نلاحظ هذه هي عبارة عن الجنجفة التي ستحيط بالاسنان وتساهم في تثبيت الاسنان في مكانها اما هنا هذه ستكون عبارة عن الجنجفة او الان اتاجت جنجفة او ايضا تسمى اولوفيولر ميوكس او ميوكوزة هذه ايضا تسمى في بعض الاحيان ان اتاجت جنجفة ولكن هذه اورال جنجفة وهذه جنجفة ابروبر اي هي عبارة عن الجنجفة الحقيقية الآن ننتقل الى البلتين وهو عبارة عن سقف الحلق بالثمان نلاحظ هذا هو عبارة عن النيزل كافيتي والفلور اي الارضية ارضية النيزل كافيتي كانت عبارة عن البلت او الهارد بلت اما البلت فايضا تمثل سقف الحلق وهنا لدي اثنان من البلت لدي هارد بلت هذه عبارة عن الهارد بلت المكونة من العظام من المكزلة ومن البلتين فهذه هارد بلت هذه هارد بلت وايضا سيكون لديه سوفت بلت التي هي عبارة عن عضلة هذه هنا عضلة هذه السوفت بلت مكونة من ابنيوروسز الذي هو عبارة عن مصل اتاجمند وايضا سيكون لديه مصل هنا فهذه السوفت بلت عضلة تتقلص وتساهم في عملية البلع فهذه تدفع الطعام الى البلعوم فاعيد لدي هارد بلت و سوفت بلت هارد بلت مكونة من عظام و سوفت بلت مكونة من عضلات هذا الناسل كافيتي وهذا الاورال كافيتي فالبلت ستفصل الناسل كافيتي عن الاورال كافيتي وايضا ستفصل الاورال كافيتي عن الناسوفيرنكس هذا هو عبارة عن الناسوفيرنكس فستفصل الأورال كوفيتي عن النازو في رنكس هذه ستكون وظيفة الصوفت بلت بشكل دقيق أيضا هذه مثل ما نلاحظ هذه إبارة عن الصوفت بلت وهذه الصوفت بلت الآن ننتقل إلى البلتين تونسل أو التونسل التي تأني اللوزتين البلتين تونسل أو تونسل أي اللوزتين هذه هي عبارة عن البلتين تونسل هي عبارة عن كتلة من النسيج اللمفي النسيج اللمفي من وظائفه له وظائف مناعية أيضا يساهم في تصفية الدم من الشوائب من الأشياء الغير مرغوب بها من الارتنس التي ممكن أن تكون بكتيريا فيروسز مثلا ممكن أن تكون فانغاي ممكن أن تكون فطريات وبرسايتس طفيليات موجودة في الدم فأيضا يساهم أو يقوم اللمفويد تيشيو في المساهمة بالتخلص الدم من هذه الأمور فهنا هذه التونسل هي عبارة عن كتلة من النسيج اللمفي فوظيفتها هنا منعية لدينا أي لدي زوجان هناك أما أين موجودة هنا يقول في الأورو فرنس ولكن أحيانا حتى يكون دقيق الموضوع هي تكون في نهاية الفم وفي بداية الأورو فرنس في بداية الجزء الثاني من البلعوم في هذه النقطة ومن المؤكد أن هناك في الموضوع هناك تغيرات بين البشر ولكن تقريبا ستكون في هذه النقطة أيضا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن البلتين تونسلز مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التنغ وهذا عبارة عن البلتين تونسلز وهذه عبارة عن السوفت بالت وهنا سيكمل طريقه إلى البلعوم الآن ننتقل إلى التنغ هذا هو عبارة عن التنغ وهو عبارة عن عضلة التنغ اللسان عبارة عن عضلة مغطة مغطة بالميوكس منبرين مغطة بنسيج طلائي وأيضا مغلف أو يحوي هذا النسيج الطلائي على طبقة من المخاط من الميوكس الآن ممكن أن يتخذ هذا اللسان أشكال مختلفة نستطيع نحن تغيير شكل اللسان وأيضا اللسان من شخص إلى آخر يختلف في شكله وطوله وتفاصيل كثيرة يختلف فيها من شخص إلى آخر هذا هو عبارة عن الأورو فرنكس هنا تقريبا سيكون الأورو فرنكس فهو في جزء من هذا تقريبا هذا كله فجزء من اللسان سيكون في الأورو فرنكس الذي هو جزء الثاني من البلعوم هذا يصور لا تكشف الأمور بشكل دقيق تماما ولكن ما يهمني المعلومة أن التنغ ليس موجود بالكامل في الفم يوجد أيضا في الجزء الخلفي من الفم في نهاية الفم وأيضا سيكون في جزء منه سيكون في البلعوم الآن مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن هذا عبارة عن الميكس ممبرين سيحتوي هذا هو عبارة عن النسيج الطلائي سيحتوي مثل ما نلاحظ على هذه التايست بادز التي هي عبارة عن الأعضاء أو التراكيب التي تقوم بعملية التايستينغ التي هي التذوق سنتضرق لهذا الشيء بعد قليل و لكن الوظائف الأساسية للتنغ نستخدمه في التكلم اللسان معروف أنه يساعد على التكلم هنا حينما يدخل الطعام إلى الفم و نقوم بعملية الماستيكيشن عن طريق الأسان و أيضا اللسان يساعد في الماستيكيشن فبعدها نريد القيام بعملية البلع هنا السوفت بالت ستساهم في عملية البلع و أيضا اللسان سيساهم في دفء الطعام إلى الأوروفرنكس و من الأوروفرنكس إلى البلعوم إلى جزء الأخير من البلعوم و ينتهي في الزافكاز الذي هو عبارة عن المريء فمن البلعوم إلى المريء فأيضا التنغ يساهم في تنظيف الفم من الطعام من بقايا الطعام و أيضا في التذوق توجد أغلب حاسة التذوق موجودة في اللسان و أيضا يساهم في الماستيكيشن الذي هو عملية المضغ أن ننتقل إلى التاستينغ بشكل سريع مثل ما نلاحظ هنا طبعا تكون هذه عبارة عن مكروسكوبك و ليست مكروسكوبك أي أنها على المستوى المجهري و ليس على المستوى مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن خلايا فالتاست بادز تكون على المستوى المجهري إنها لا ترى بالعين المجردة مثل ما نلاحظ فليست هذه هي التاست بادز بهذا المعنى مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن تاست بادز مثل ما قلت هي عبارة عن الأعضاء الأعضاء الخاصة بالتاستينغ بحاسة الضوغ أغلب التاست بادز المسؤولة عن هي العضاء المسؤولة عن حاسة الضوغ موجودة على اللسان وهذا يعني أنه ليس جميع التاست بادز موجودة على اللسان بعض منها موجودة في أماكن أخرى مثل ما نلاحظ تاني موزعة هنا هذه السوفت بالت فستكون هنا في هذه النقطة في هذه النقطة سيوجد لدي تاست بادز وأيضا هنا ستكون هذه النقطة لا أعلم إذا كانت واضحة ولكن هنا هذه فإلى الداخل منها سيكون لدي أيضا وأيضا سيكون موجود في بعض وأيضا سيكون هذا عبارة عن الثمانة لاحظ هذا هو عبارة عن الذي هو عبارة عن لسان المزمار ولسان المزمار يفصل أو يغلق أثناء عملية الأكل لكي لا يدخل طعام إلى ومن ثم يدخل إلى الذي هو عبارة عن المجرى التنفسي فيغلق المجرى التنفسي لكي لا يدخل طعام أثناء عملية البلع فعلى فهذه النقطة هذا الذي يكون بتماس مع الطعام أيضا توجد فهنا توزيع سيكون هنا في هذه النقطة وفي هذه النقطة وعلى اللسان أكيد وعلى الذي هو هذه التيكس ومن الداخل سيكون لدي الآن هذه عبارة عن أيضا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن التي تكلمت عنها فهذه موجودة على اللسان موجودة على موجودة على الجزء من الذي يكون بتماس مع الطعام أيضا موجودة بالفيرنكس موجودة بالسوفت الآن ننتقل إلى salivary glands فقط مجرد فكرة بسيطة عن salivary glands salivary glands ليست salivary glands salivary glands are parotid glands هذه عبارة عن parotid gland لديي right وleft parotid glands two parotid glands right وleft ولديي sub-mandibular هذه عبارة عن sub-mandibular gland ولديي sub-lingual sub-lingual تعني sub-mandibular تعني تحت الماندبل فتكون تقريبا هنا تحت الماندبل يوجد لديه آه يوجد لديه آه آه يوجد لديه salivary gland التي هي عبارة عن السب-mandibular gland هنا والparotid gland تكون هنا في هذه النقطة وايضا سيكون لديه التي تحت اللسان تعني آه لسان فسب تعني الغدة 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 اللعابية الموجودة تحت اللسان هذه اضا صورة اخرى هذه الparotid gland هذه السب-lingual وهذه السب-mandibular gland uh in addition to the main salivary glands هذه التي ذكرتها الثلاثة او تعتبر المين salivary glands يوجد ايضا small accessory salivary glands هي عبارة عن آه عبارة عن مكروسكوبك هنا ستكون مايكروسكوبك مايكروسكوبك اي مجهرية فستكون منتشرة are scattered over the palatine palat lips cheeks tonsils and tanks فهذه الغدة اللعابية المجهرية المساعدة للغدة اللعابية الرئيسية ستكون منتشرة في الفم في اجزاء من الفم في التانك في اللبس في هذه الغدة التي ذكرتها قبل قليل الآن ننتقل الى السلايفا الذي هو عبارة عن اللعاب ما هو اللعاب saliva is a clear عبارة عن clear tasteless clear تعني اه لا لون له بهذا المعنى tasteless اي اه بدون طعم لا يوجد له طعم و odorless لا يوجد له رائحة ليس فيه اه الصدف اه فيسد اه تاني آه تاني آه فيسكاس او تاني لزج فهو عبارة عن سائل آ آه نظيف لو يوجد فيه لون فلا يوجد هناك لون و ها آه عبارة عن سائل لا طعم له ولا رائح له وهو عبارة عن سائل مخاطي آه او سائل لزج بهذا المعنى سائل لزج آه ماذا استفاد من هذه المعلومات هنا لم انا لا اريد فقط ان اذكر ما هو السلايفا كلنا نعلم ما هو السلايفة ولكن أريد أن أنوه أنني حينما أقرأ معلومة معينة يجب علي أن أعلم متى سأستخدمها وكيف أستخدم هذه المعلومة فهنا حينما علمت أن السلايفة يتصف بهذه الصفات حينما مثلا أأخذ سامبل أأخذ عينة من لعب شخص معين وأجد أن لها رائحة أو لها لون من المكدنة لنتذوقها فبهذه الطريقة فسيكون لها رائحة ويكون لها لون فحينما أجد لها رائحة وأجد لها لون فأعلم أن هناك شيء خاطئ مثلا ممكن أن تكون هناك خلل في هذه السلايفة التي تقوم بعمل هذا السلايفة بهذه الطريقة فالمعلومة هنا يجب أن أوظفها لكي أعلم هل هناك هل هذا نورمال أو أبنورمال هل هو شيء طبيعي أم غير طبيعي هذا المهم من هذه المعلومة الآن ما بين الماث والأخرى سيكون لدي هنا اللارنكس هذا هو عبارة عن اللارنكس هذا جزء من اللارنكس هذا هو اللارنكس وهنا سيكون الفرنكس الفرنكس قلنا أن هناك نازوفرنكس وأوروفرنكس وهنا لارنجيو أو لارنجو لارنجيو أو لارنجو فرنكس الذي هو عبارة عن الجزء من البلعوم الذي يكون مقابل للمقابل لاللارنكس الآن حينما نقوم بعملية البلع هنا السوفت بولد ستدفع الطعام إلى داخل الأوروفرنكس وأيضا هذا الأبغلوتس سيغلق هنا هذا سيطبق هذا سيتجه إلى هنا فيطبق هذه ستطبق هذا الجزء وهذا الجزء سيطبق واحد على الأخرى فهنا مثل البوابة ستغلق ومن ثم يدخل الطعام فهنا ستكون اللقمة في تماث مع هذه النقطة من الأبغلوتس الذي هو عبارة عن لسان المزمر الذي يمنع دخول الطعام إلى داخل المجرى التنفسي فعلاقة الفم ستكون مباشرة مع الأوروفرنكس وشبه مباشرة مع الأبغلوتس بهذه الطريقة وسنتعرف على هذه التراكب بشكل تفصيل أكثر إن شاء الله في المحاضرة القادمة أو المحاضرة التي تكون عبارة عن أوفرفيو عن النك إن شاء الله في الفيديو القادم وإلى هنا انتهى هذا الفيديو وانتهت الأوفرفيو عن الهد بي الكامل إن شاء الله في الفيديو القادم سيكون الحديث عن النك ستكون في فيديو واحد تشمل كل الأعضاء أو كل الأشياء الموجودة في النك نلتقي في الفيديو القادم اشتركوا في القناة